اهلا 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 بحضراتكم طيب تعالوا نتكلم بقى شوية سياسة ونتكلم تحديدا على الحوار الوطني واجتماعات مجلس امناء الحوار الوطني اللي بيعقد اجتماعي التاسع والعاشر غدا الاثنين باذن الله سبحانه وتعالى طيب اكيد الحركة الحزبية وتقدر تعتبر انه نستخدم مصطلح كده نعتمده محترفي لعمل السياسي او رجال السياسة الكل يترقب هذه الاجتماعات يوما بعد يوم منتظرين انتهاء اجتماعات مجلس الامناء الخاص بالحوار الوطني علشان خاطر الكل ينتظر بدء الجلسات بقى بتاعت الحوار الوطني والمناقشات حماية الوطيس وما الازال خلونا ناخد معنا على التليفون سادة النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل اهلا 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 انا طبعا عضو مجلس النواب وامين سر رجلة الخطة والموازنة منور سادة النائب هنقولك يا سياسي النائب زاكي عبد المنعم عبد المنعم صديق عزيز فانا استأذم في رفع الالقاب طبعا حبيبي عبد المنعم زي ما كنت بقول انه احنا منتظرين الاجتماعين التسع والعشر لمجلس الامنة في الحوار الوطني انت كرئيس حزب وانت كعضو مجلس نواب بالاساس ماذا تنتظر من الاجتماعين القادمين غدا باذن الله شبحانه وتعالى يعني انا انتظر من الاجتماعين القادمين هو توضيح بقى دي متى سيبدأ جلاشات الحوار واللجانة الفرعية هتبدأ بدعوة الاشراف المختلفة للحوار وبدأ الجلاشات امتى والجزء الثاني هو الموضوعات المطروحة موضوعات المخاش اعتقد ان الفترة الماضية كل الاحزاب السياسية سواء كانت على جانب المعارضة او على الجانب الاغلبية يعني عكفت على اعداد ملفاتها في مختلف الاضايا واحنا منتظرين بدء هذه الجلاشات بشكل فائل عشان نبدأ نطرح بوجات نظرنا ونتناقش بشكل وقع حوالين رسم خريطة للمستقبل العمل السياسي وحتى عم نستقبل بحاولة التداول الاجتماعية للوصول لما يمكن ان نسميه خطة اصلاح حقيقية للوطن في جميع الملاثات طيب عظيم جدا يمكن انا هنا هسأل على حزب العدل بالتحديد وهنا اتحدث مع رئيس الحزب بالنسبة للحزب اجندة اولوياته او رأس اجندة الاولويات للمناقشة في الحوار الوطني ايه والله احنا الحزب اول ما جات الدعوة شفتنا لجنة لعمل الملفات متعلقة بالحوار الوطني واحنا جاهزة 22 موضوع هذه الملفات في الثلاث محاور طبعا في المحور السياسي عندنا الجد على السياسات والحوريات وده في التواصل مع جيه مع حزاب الحركة المدنية للتصور الشامل لكن احنا في الجيه هذا الجزء تحديدا مركزين على مشروع قانون كامل للحزاب السياسية جديد عندنا ما يتعلق من انتخابات المحليات يعني كنت شرعت قبل كده انتخابات المحليات فده جزء عندنا تاني وجهة نظر في عدد من القوانين منبسقة من استراتيجية قابلة حول الإنسان ومتعلقة طبعا بالحبس الاحتياطي وتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية غير كده بقى في الاقتصاد عندنا ملف كامل للإصلاح الإداري والهيكلي عندنا حاجة لها علاقة بالتعاونيات وقانون شامل للتعاونيات في مصر يعني في عدد كبير جدا من ملفات فيه طبعا في الجزء الاقتصادي وانت عارف دايما يا يوسف انا مشغول بفكرة الطبعة الوسطى ويبقى فيه تمكين لها بشكل كبير ففي هذا الإطار احنا مركزين على عدد من القضايا منها الزهير الصحراء ومنها قانون الزناء منها أمور متعلقة بقانون الاستثمار ده برضو هنطرحه بشكل كامل كتير من هذه الموضوعات تحمل مشاريع قوانين جديدة خالص وفيه مشاريع قوانين احنا عايزين نغيرها يعني عندنا مثلا في مسألة الديون هيبقى عندنا طرح أعتقد أنه مختلف بقانون لتنظيم مسألة الديون سواء كان داخلي أو خارجي ده أمر ما عملتش قبل كده في مصر لكنه فيه تجارب دولية كتير في هذا الأمر وبالتالي أنت بتحاول أن أنت تتبنى أجندة بعضها تشريعي والبعض الآخر في إجراءات إدارية وتنفيذية عندما كلمك على الصحة الإدارية ولا هيكلي ده في أغلبه وفيه كتير منه قرارات إدارية ولائحية وكتير منه عايز تعديلات ولكن في الآخر هي مسألة بتعود عليك في الإنفاق العام للدولة وبالتالي أنت بتحاول تبص على أنك إزاي تقلل تكاليفك وفي نفس الوقت توصل لمسألة لها علاقة بحوكمة أكتر وأنسيابية أكتر في العمل والجهاز الإداري للدولة طيب أنا عبد المنعم علش أنا مش عاوز أني هادي المكالمة قبل مسأل على حاجة مهمة جدا وطالما كنت لافتا جدا منعم حاول تبنيك لمسألة المحليات وقوانين المحليات من زمان من ساعة ما تعرفنا في 2011 أنت قلت أنه إحنا جزء من رأس أولويات أو رأس أجندة مناقشاتنا كحزب العدل هو أن إحنا عندنا مشروع متكامل لمسألة المحليات وأكم يا منعم زي ما كنا دايما نقول لك أنه من معضلات وإشكاليات هذا الوطن تحلها المحليات مشروعكم أبرز نقاطه إيه؟ يعني إحنا ما أحواجنا بني وبينك إلى هذا القانون ولهذه الانتخابات مشروعكم أبرز نقاطه إيه؟ أول جزء فيه هو أنه دايما الناس كانت بتتعامل مع المحليات كورا هي قانون واحد القانون ده كان مجمع الإدارة المحلية اللي هو جهاز الحكومي من المحافظ لحد رئيس القرية وانتخابات المحليات القانون واحد إحنا شايفين أنه ليس مناسبا للمستقبل فتصلنا القانونين فصلنا المحليات القانون قانون للبرى المحلية ينظم صلاحيات المحافظ ونائبه وروسائل المدن ولحد الخرق وكمان بيوجد أفكار جديدة لتدبير الموارد بيدي أفكار جديدة لها علاقة بتفعيل اللا مركزية لكن بشكل ما يفرغش الدولة وصلاتها بعضها ما بين المركز والأطراف عملي مشروع قانون كامل فيه كلام كبير عن الموارد فيه كلام كمان عن تجميع السندق اللي موجودة في مختلف المحافظات فيه كلام على إنه المحافظة اللي تنتج أكتر وتعمل إنجازات أكتر يتم إنها تاخد جزء من حصيل الضرائب العقارية وغيره اللي من محافظتها يعني فيه حوافظ كبيرة ويعني الحمد لله هذا القانون بمجرد طرحه لاقص تحسن عند كتير حتى منهم ناس داخل قيادات الإدارة المحلية والتاني هو قانون انتخابات المحليات حاولنا نراعي فيه وإنك توجد نظرنا إن أنا ما ينفعش الانتخابات إحنا ممكن قبل كل انتخابات نغير قانونها فما ينفعش عرض المحليات اللي فيها صلاحات الإدارة المحلية كل شوية أنا أنا بغيرها قبل كل خمس سنين وبالتالي فصلنا وقانون انتخابات المحليات اشتغلنا فيه على طبعا المواد الدستورية وإزاي أنك توصل لكفاءة ووجدنا أنه أفضل طريقة وفقا للمواد الدستورية نحن عندنا يعني كوتا هو دستور لا يمكن تجاوزها رأينا نحن هنعمل انتخابات المحليات دي بتلتين قايمة مطلقة وتلت قايمة نسبية أنا عارف أن القاد تكون فيه أطرح مختلفة لكن وجد نظرنا إنه الكلام عن الفردي ده هيخلي ورقة الانتخاب قريبا يعني ممكن تكون عشر ورقات لان انت لو بتتكلم عن مدينة نواصر مثلا أو العبدين أو المحل عندي ده انت ممكن تتكلم عن ميد كورسي الميد كورسي ده هينزل عليه ألف واحد فانت بحتاج تكتب ألف واحد عشان الناس تتخبوا والأسواق كلها تبقى بطلة وبالتالي انت عادنا نراعينا المسألة دي وبالتالي احنا فصلنا القانونين وعندنا طرش بمسألة التخابات المحليات وكيف تجرى وفقا للنسبة الدستورية اللي كنا نتمنى إنها تبقى كلها بالانتخابات نسبية لكن لأسف عندنا ضوابط دستورية معينة تمنعنا من ده وبالتالي انت بتحاول انك تعمل ده مع قانون إدخاءة محلية قوي يتناسب بقى مع قانونين اللي عملناهم مؤخرا في مجلس النواب اللي هو قانون المالية العامة الموحد وقانون التخبيص العامة الدولي فهو ده التصور اللي عندنا إنك إزاي تحفظ الإدارة التنفيذية بجانبها بقى انتخابات محليات وبالتالي تقدر تفعل أساليب الرقابة وأساليب الخدمة الشعبية للمواطن عظيم جدا أمشكرك جدا 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 صديقنا وزميلنا العزيز النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب وطبعا أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب